الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه من نهار مبصرا إن الله لدو فضل على الناس ملاكين أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من القيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما لما داءني البينات من ربي وأمدت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا فمنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنا يشرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذي الأغلال في أعناقهم والسلاقل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلك بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون أدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثل المتكبرين فاصبر إن بعد الله حق فإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون وَلَقَدْ أَغْفَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ وَمِنْهُمَّ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هناك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الكلف تحملون ويريتم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يتيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم فرحوا بما عندهم من العلم وحاق به ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله محده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله الذي قد خلت في عباده وخسرنا لك الكافرون فلما رأوا بوم اشتركوا في القناة